وفي ظل مساعي واشنطن لإدخال المساعدات الإنسانية لغزا خلال شهر رمضان حثت حماس الولايات المتحدة على العمل على إنهاء الحرب لإثبات جدية مساعيها في حال الأزمة الإنسانية التي تعصف بالقطاع وقال باسم نعيم القياد في حماس أن وصول الاحتياجات للسكان في قطاع غزا ليس منه من أحد بل هو حق مكفول بالقانون الدولي الإنساني حتى في وقت الحرب وأن الممر المائي يمثل خطوة إيجابية ولكن إذا كانت واشنطن جادة فيجب أن تتوقف عن استعمال الفيتو ضد مشروع وقف القتال في غزا ويمكنها أيضا الضغط على إسرائيل لفتح المعابر البرية لدخول المساعدات المطلوبة وبخلاف ما أعلنه رئيس الوزراء لإسرائيل بن يامينيتنياو حول اقتراب العمليات العسكريات في رفح نفى مسؤولون أمريكيون لشبكة سينان أن يكون الهجوم وشيكا وقالوا أن الجيش لم يحشد قواته اللازمة بعد للمضي قدما في الهجوم مضيفين أنهم من الممكن تفعيل الحجة اللازمة للقوة في وقت قصير لكن عملية إجلاء المدنين قد تستغرق أسبوعين على الأقل للوقوف على كل هذه التفاصيل معنا من واشنطن مراسل المشهد كريم يوسري أهلا بك كريم إذن كريم لو تطلعنا على هذه التخوفات الأمريكية من توسع العمليات العسكرية في جنوب القطاع في رفح على وجه التحديد نعم بالك ربما في خبر عاجل الآن نرى تصرحات خرجت عن البيت الأبيض تتعلق بما يحدث أو بما قد يحدث في رفح ذكرت بأن الرئيس جو بايدن لم يرى حتى الآن خطة واضحة من الجانب الإسرائيلي فيما تعلق برفح وبأن البيت الأبيض يستبعد اقتحام الجيش الإسرائيلي لرفح قريبا ويأتي ذلك تأكيدا على تصرحات ذكرها عدد من المسؤولين بالبيت الأبيض لشبكة CNN ذكرت بأن البيت الأبيض لا توقع أن يقوم الجيش الإسرائيلي باقتحام رفح قريبا أيضا البيت الأبيض يعلن بأن الإدارة الأمريكية تسعى جاهدة لإحلال السلام وإعلان هدنة إنسانية في أقرب وقت ممكن خاصة أن نحن مع اليوم الأول لشهر رمضان وكان رئيس الأمريكي جو بايدن قد صرح قبل ذلك أنه ستكون هناك هدنة إنسانية خلال شهر رمضان لكن ذلك لم يتحقق حتى الآن أيضا بايدن هنأ المسلمين في أمريكا بحلول الشهر الكريم وذكر بأنه لا يريد أن يرى مقتل 30 ألف فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال مرة أخرى إذ ما أقدمت القوات الإسرائيلية على اقتحام رفح خاصة أن هناك يتكدس أكثر من مليون فلسطيني بقطاع غزة وبالتالي رئيس بايدن يؤكد مرة أخرى بعد تصرحاته سابقة بأنه يعترف بمقتل آلاف المدنيين من الفلسطينيين معظمهم من النساء والأطفال وهذا يأتي تأكيدا على الضغوط الأمريكية على الجانب الإسرائيلي ربما لم تفلح حتى الآن أو تأتي نتائجها ولكن ربما أن الضغط الأمريكي هو السبب فعظم اقتحام رفح من قبل الجيش الإسرائيلي حتى الآن واضح شكرا لك من واشنطن مراسل المشهد كريم يسري على جميع هذه الإضاحات